رجل شرج رأسه احتلم فأبتاه بعض الناس بمجوم الهسر اغتسل فماه فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأعزاء الأكارم حيثما كنتم تتابعوننا في الداخل وفي الخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم في هذا العدد الجديد من حصتكم هل لا سألوا هل لا سألوا إذا لم يعلموا ألقاكم في عدد جديد من هذه الحصة من خلال الأسئلة التي بعثتم بها إلينا عن طريق البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني الذي يظهر على يظهر في أسفل الشاشة من خلال هذه الحصة ومن خلال البريد الذي يكون أيضا في الحصص المباشرة من كل يوم على السادسة مساء بتوقيت الجزائر كما يمكنكم أيضا متابعة الحصة وكل الحصص على الرابط متابعة أو إعادة مشاهدة أيها الأعزاء الأكارم المنطلق في هذه الحصة سؤال ورد إلينا من الأخ علي علي كتب رسالته باللغة الفرنسية يقول ألتمس منكم أن تخبروني عن إمكانية هيبة الهبة التي التي يمكن للإنسان وهو حي أن يقدمها لأقربائه قال لأنه أنا عندي عقارات وأريد نحب أن نقدم هذا الهبة إلى إلى ابنة الوحيدة وإلى كل واحد من أبنائها الأربعة الأطفال الصغار إلى أي حد يقول إلى أي حد يمكن أن يصح هذا خصوصا أن يقول أبناء ابنتي ما زالوا ما زالوا صغارا ويقدم في الأخير الشكر ويعتذر على على عدم كتابة السؤال باللغة العربية لا حرج بالنسبة إلينا في الحصة لا يشكل الموضوع حرجا ويمكن أن تتواصلوا معنا بما تفهمون فيه اللي يكتب اللغة العربية فيه اللي يكتب اللغة الفرنسية فيه اللي يكتب بالدرجة المهم يكون الكلام مفهوم هذا هو مرات الإنسان يكتب ومش عارف وشراكات بيخلنا في حيرة من الأسئلة المهم كي يكتب السؤال هو يعاود يقرأ السؤال يشوف روحه لك أن فهمه يعطيه الواحد من قدامه قال فهمت لا ما فهمت باش احنا نربح وقت وما تعطلوش ما تعطلوش السائل بداية لابد أن أقول لك بأن الإنسان في حياته لما يكون حي هو حر في التصرف في أملاكه بما يشاء الإنسان كي يكون حي الأملاك انتاع راه حر في التصرف فيها في التصرف فيها بيعا أو هيبة أو تنازلا أو وصية كم يحب لكن لكن إذا كان وص ما كانش أكثر من الثلث ما يوصيش أكثر من الثلث وحتى إذا وص أكثر من الثلث لا يجاز ندعو غير ثلث فقط إلى عنده مثلا عنده خمسة ملاير مثلا سنتيم وعنده أوليد بنته وصاله بثلثة ملاير مثلا نقوله لا لا نقوله لا لا نعطيه لك الثلث خمسة تقسيم ثلاثة معناه واحد فاصل ثلث فقط طيب هذه الحاجة الأولى هذه الحاجة الأولى ما كانش كثر من الثلث إذا دار وصية ثنين إذا كان وص الواحد من الورث اللي ورثوه زوجته ولاده يمه بابه وص لهم هذا كل يورثو ومدام يورثو الوصية تعتبر في حقهم باطلة ما تجوزش ما تستنفذش ما تستنفذش هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة لما الإنسان أنه نعطيه صورة عامة نمد صورة عامة الأمر الثالث الإنسان إذا كان حب يهب لأبنائه لأبنائه وقلوا لك أنتهب لأبنائك وأنت حي لكن بشرط أنك تحقق العدل بين الأبناء ما تمدش الواحد وتخلي الآخر هو قال 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 كي عبر باللغة الفرنسية جمغي فاغندان أما في أونيك معناه ابنتي الوحيدة ابنتي الوحيدة هل يفهم منها أنها هي بنت فقط كين ذكور آخرين ولا هي من الأبناء تاعك الانفان أونيك كان تكون أحسن إذا كان هذا هو المقصود يعني هي الابن الوحيد الابن الوحيد باش نفهمه باللي ما عندوش ابناء آخرين ما عندوش بنت فقط من الإناث وعندو الذكور إذن قال هذه البنت الوحيدة في اللغة العربية حتى كنت ترجمون فهموها هذا أعتقد 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 بأنه هي يقصد بأنه هي الابن الوحيد الولد الوحيد الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى قال هذه البنت هي ولدي الوحيد ولدي ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكاري مثل حظ لونثيين لونثيين يدخلهم في الأولاد والذكور يدخلهم في الأولاد إذا افترضنا بأنه هذه البنت هي الوحيدة هل لونه يجوز يعطي لها يمدلها الهيبة لها نعم يجوز له يمدل الهيبة يعطيها لها كان حتى مشكلة عندها أربعة أبناء عندها أربعة أبناء وهؤلاء الأبناء الأربعة رح يعطي لهم كامل ولا لا نعم قال كان نعطي لهم في أربعة الآن العدل بين الأبناء وبين الأحفاد عند كثير من العلماء أيضا مطلوب بعض العلماء اقتصروا غير على الأولاد فقط لكن الكثرة يعني مجموعة من العلماء يقولوا حتى الأحفاد ولما ننظر لها في الواقع نصيبها حقيقة هذا والرأي السليم والرأي الذي يحفظ العائلة إذا كان الأب مد الواحد من أحفاده ولا زوج ولاد بنته وخلى بنته ولاد بنته الأخرى ولا خله ولاد أوليده رح تنشأ هذا الأب دون أن يشعر غارس بذور الحقد والكراهية في نفوس الناشئة ناشئة ما يعرفوش واشترب علاش أنا ما مدليش علاش ما مدليش علاش يفضل أولاد فلان علاش يفضل أولاد فلان وعلاش احنا ما ناش أحفاد احنا ما مشي كما هما واش الفرق بيننا وبينهم ولذلك اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم هكذا قال صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا كانت تمدل جميع الأبناء كما ركت قول انت الله بارك تفضل بقى نقطة أخيرا بينهالك سيد الكريم بأنه في الشارع الإسلامية نتكلم من الناحية الدينية من ناحية الفتوى وليس من ناحية الحكم القضائي الحكم القضائي القاضي ماهوش ملزم باش يعرف نواياك ويعرف ماذا كنت تريد و لو يدخل في هذه ما يخرش ولذلك هو يتعامل مع الوثائق الرسمية الوثائق الرسمية تقول بأن هذه هبة يتعامل معها بأنها هبة لكن للإنسان هذاك اللي مديت له شوف أنني مديت لك هذا الدار لكن ما نعطيها لك حتى نموت أنا مديت لك هذا الدار ولا هذه السيارة بصحب شرط ما تبيحها ما تمتها تقود عندك إذا حبيت تبيحها ولا رجحها لي هذه ماش هبة صحيحة ماش هبة كاملة هبة ناقصة اللي سموها في الفقه الإسلامي مكانش الحيازة لم يحز حازة يقول فلان حازة الرتبة الأولى أو حازة على الرتبة الأولى حازة يعني كسب كذلك نقول الحيازة مثلا يدير يدير لو يدير مثلا أعمدة على مكان معين قلوا قد حازة هذا المكان حازوا رأصبح ليه وللإنسان يدير مكان يوضع مكان وين يقعد فيه هو يحوط عليه فمن شرط الهبة أنه تكون الحيازة فيها حيازة كاملة غير منقوصة إذا كانت كاملة غير منقوصة بمعنى أنه الإنسان اللي وهبت له دال هبة وانت رفعت يدك عن الشيء هذه الهبة رفعت يدك وش معنى رفعت يدك ما عش تتصرف فيها قلت له راهي لك دب الرأس كأن ما نديت لك ونتار ك حر هذه هبة هبة كاملة وبالتالي تصح إذا كان إذا كانت هبة غير كاملة الحيازة بمعنى أنه الدار كتبت هلك على اسمك ها كتبت هلك على اسمك الأملاك انت كلها كلها مديتها كتبتها البنتي وكتبتها للأولاد أولادها ولكن الدار ما زلت ساكن فيها نايا يفهم من هذا يفهم من هذا أن المسألة ليست هبة انت ما كش حاب تهب انت حاب تحرم انت حاب تحرم ناس من الهبة هذا هو المقصود هذا هو المقصود لأنه على بالك باللي بنت وحيدة وبالتالي آراح يسال معك ولما يسال معك ياه يجو ملهيك ويدو لي رزقي الشي اللي قال هذا هو ربي سبحانه وتعالى ولا أعدل من الله سبحانه ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون هكذا قال الخالق نصفي وقلبنا ونصفي ونفوسنا وخليها لله الخالق إذا مديت إذا مديت وجبت يدك وصبحت ليهم الصحة والهنى هيبة صحيحة حيازة ورفعت يدك وما عج تتصرف وقتلهم هاهي ليكم خلاص نعم وإلا إذا كان اكتبت لهم وبعد ما رفعت يديك ولا بقيت ساكن فيها هذه رح تولي وصية والوصية الوصية معنتها وصيت البنتك إذا وصيت البنتك بنتك تتنحم الوصية خلاص ما تنفذش فيها الوصية لأنها وارثة روحوا الأولاد البنت أولاد البنت يريثون لا يريثون وبالتالي وبالتالي جازت في حقهم الوصية الآن بعد المامات ربي طول في عمرك هنا بقوة الشرع وقوة القانون يديو ولكن ما يديوش مجموعين كامل كي ما راهم ما يديوش أكثر من ثلث تاعة تالي كان تاعة بأكمالها عندك الضراهم وعندك عقارات وعندك محلات وعندك عندك أراضي كي نجملوهم كامل يدو يدو الثلث فقط طبعا إذا كان وصل الثلث إذا ما وصلش الثلث يدوه إذا وصل الثلث الله يبارك يدوه إذا تجاوز الثلث نقولهم حبسه عند الثلث إلا في حالة واحدة وهي الحالة التي يمضي فيها الورثة ما زاد على الثلث وبالله التفيق نظن أني أعطيت لك كل التفاصيل سيدي الكريم اللي تعرف روحك أنت هل رح توصي ولا رح تهب رح توصي ولا رح تدير هبا رك عارك رك فهمت الكلام من تعي أعتقد بأنك فهمت الكلام من تعي هذا سؤال يقول يقول الصاحب عبد المالك يبدو أنه عبد المالك يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام للأخي الأكبر مني يبلغ من العمر ستوستين سنة وأنا عمري ستون ستون سنة هو ستوستين ونستين هكذا يقول أخي هذا قاطعني لسبب أنني لم أذهب عنده يوم وفاة زوجته للعلم المرحومة وفيت في عز ذروة كوفيد 2019 صيف 2021 وأنا قد ذهبت للجنازة في اليوم الثالث للعلم إنني أسكن بعيدا عنه بحوالي متين كيلومتر في البداية كان يكلمني عادي كما كنا من قبل وبعد شهر لم يعد لم يعد يرد على مكالمات الهاتفية حتى يوم العيد اتصلت به ولم يرد علي وبعد أشهر التقينا في مناسبة عائلية فرفض الكلام معي وحتى النظر إلي ولما سأله أخي عن السبب قال إنه لم يأتي للجنازة في يومها يا أستاذ أريد أن أعرف هل لي ذنب في هذا الانقطاع الآن المسألة متعلقة برحم وإذا تعلقت برحم فالأمر خطير وليس الأمر بسيطا موش حاجة بسيطة الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول اللهم صل من وصل لي اللهم صل من وصل لي الرحم الرحم ما هيش أمر بسيط والخصومة في الرحم ليست أمرا هينا أن أنحير إنسان إنسان يعبد ربي يروح الحج يروح العمر مرات يروح مرتين في العمر في العام والحج كي وصل الوقت الحج هاكي وليدير أعطوا لي الجواز السفر يتصل بألف وحد يقول خلي لي أعطيني جواز السفر جواز السفر الحج ويبقى يترجى أو يتسنى ولكنه لا يبالي أن يكون مقاطعا لأخيه أو أخته أو أبيه أو عمه أو خاله مهموش عادي جدا أو أن يكون قد أكل أموال اليتام خوه مات وكانوا مشتركين بنتهم وأعرف مثل هذه القضايا مشتركين بنتهم في تجارة خوه توفى امسح لهم فمهم إِنَّ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَال اليتام ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بِطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ولكن في الحج ما تسبقوش في الصلاة ما تسبقوش في الصف اللول ما تسبقوش وطبعا هذا ما هو شتهم اللي رايه يصلي وما هو شتهم اللي رايه يسبق للصف اللول وما هو اشتهم اللي راح يروح الحج لا أنا ما نشأ نتكلم على هذوك أنا نتكلم على صينف آخر من الناس اللي اللي لا يبالي بمثلي هذا أنا نقول أخي من الذي سأل أنت أم أخوك أنت سألت إذن فخطابي إليك وليس له خطابي إليك خوك يسألني أن قل له كلام وحد آخر أنت سألتني أن قل لك غير الكلام الذي أقوله لأخيك أنت أن قل لك حاول قدر المستطاع حاول قدر المستطاع بكل ما أوتيت بأي سبب من الأسباب أن ترجع العلاقة إلى أصليها نرجع لكلام الأول قلت نحير إنسان تصيبه محافظة على الفجر وبشي نضع الفجر ما نحن فيه ضريب مع الناس فيه ضريب صراع صراع عنيف مع السرير صراع عنيف مع النعاس صراع عنيف مع التعب تطلع وتعود تهبط وتعود تنوض الله هنا عليك يا بليس وتبسح عينك وتعود ترجع تنوض الله هنا عليك يا بليس تنوض تضارب هذا كله ضريب كما نضرب في علاقتي مع الله في الصلاة في الصيام في قراءة القرآن نخلي الهاتف تاعي نخلي الشاشة تاعي نخلي التلفزة نخلي الجماعة نروح نشد المصحف ونقرأ وقلبي معلق بالهاتف أريد أن أرى ما فيه وقلبي معلق بهذه الجماعة أريد أن أسامرها وأن أكون معها قلبي هاكي دير كيف أملك هذه القدرة في هذه المواطن ولا أملكها في علاقتي مع أخي أو أختي أو أمي أو أبي أو عمي أو خالي إلا لازم نضارب نضارب نعم عفوا إلا لازم نضارب 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 مع نفسي وعلى وعلى أهلية هذه في الصيف النوض على الثلاثة ونصف بها نصلي الفجر نرقد ثلاث سوية ولا أربع سوية على أقصى التقدير والنوض والروح نصلي ونعود نرجع على أهلية لأنني أريد أريد الله علمت بأن هذا هو الأمر لشرعنا ربي سبحانه وتعالى إذن كذلك أعلم أن الله شرع لنا علاقة أسرية وعلاقة أخوية حميمية جميلة يلتقي فيها الأخ مع أخيه والابن مع أبيه وأمه والأخت مع أختها ومع أخيها ومع أمه وخاله هي بالصح راهم يديروا لي هكذا هي بالصح النعاس يغلبك في الفجر تغلبت على النعاس تغلب على وش راهم يديروا هي بالصح أنا أنا حاولت ولكن ما لقيت الصدا هي الشيطان حاول معك في صلاتك في الفجر ولم يفلح كذلك أنت حاول إن الشيطان الإنساني ضعيف وهذا الإنسان يغلبك نهار اللول ويصد نفسه عنك ولكن اعلم كما يقول بالدار جانتعنا الدوام يثق بالرخام وتعاود 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 وترفد الهاتف أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله والله توحشتك حبي تنكلمك يقفل في خط الخط يقفل في وجهك يمكن زوج ثلاثة ربعة صدقني والله يذوب تقول لي غيرنا أنت لي سألت أنت تحوس على الحل ولا لا تقول لي أنت تحوس على الحل إذن هذا هو الحل هذا هو الحل لما حوس على الحل ما أنا إيش نهضر معه أنا أنت تكلم اللي خاف ربي ويحوس على الحل كما خشيت الله في هذا الحرام و نفسي تتراقص أمامه يقول لي يرعش الإنسان قدام هذا الحرام يريد أن يفعله ثم يغض طرفه أو ثم يسل نفسه ويبتعد ونفسه تجري وراء هذا الحرام إيش حال وإيش دير تضارب مع نفسه كذلك نتضارب مع نفسي من أجل خويا لماذا تضاربت مع نفسي في هذا الحرام لأن الله نهاني عن ذلك لأن الله أمرني أن تكون علاقتي مع أخي حسنة أيضا بكل بساطة بمعنى أنني أعبد الله عندما أترك الإثم كذلك أعبد الله عندما أتواصل مع أخي قال لولا الله ما فعلت هذا وهذه ما هيش ذلة وحطانا النيف أبدا لما تكون قضية دين قضية عبادة كل حاجة تزول كل حاجة تهون والرابح الأول والرابح كل الربح هو الذي بادر وسيعلم بأنه قد غلب وسيسلم له الخصم بأنه غلب وأنه أعظم منه اقرأ في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ينقلب يتبدل الميزاج تتبدل النفسية يتبدل كل شي فيه لماذا لأنك غلبته بإحسانك والكثرة أنت عن ناس يدير مرة اثنين يقول لك خلاص لا مش مرة اثنين طبعا إذا كنت حبت عبد ربي إذا كنت حب نيف سهل الطريق سهلة إذا كنت حافظ على نيفك ولو على حساب دينك هذه مسألة سهلة ما يجاوبك ما تجاوبوش ما يكلمك ما تكلموش لكن كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون وأصفح عنهم ويتجاوزون وأحلم عنهم ويجهلون فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول إذا حقا هذه الحقيقة فكأنما تسفهم المل كل يراك توكلهم في الرماد الحار هذا كل يتنح من الجمر وتوكل لهم شوف وش راه يدير الإحسان تاعك شوف الإحسان تاعك وش راه يدير ولا يزال بعد وش قال هذه هي ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك ما دام رك على هذه ربي ره معونك خلي معونة الله تنزل عليك سيدي الكريم ما تشوفش الحاجة وحده أفراد انت اللي سألت انت خفت ربي وسألت إذن ديره و تقول الخوك تكلمه تقوله والله ما تدخلش معاه في تفاصيل خويا مش كين بيني وبينك خويا علي اسمكش تكلمني لا مش هذا والكلام خليك كلمة طيبة مثلا خويا توحشتك وكلمتك هذا وش حبيت نقول لك السلام عليكم ورحمة الله فقط أخي خويا والله توحشتك شحال حبيت نجي نزورك منش عارفه لا تسمح لي نجي ولا لا لا آآ ما تجيش معليش صحا مش مش مشكلة خويا والله توحشتك وحبيت نزورك حبيت نزور الولاد والولاد توحشوك حبيت نجي نزورك زوج ثلاثة يذوب يذوب الإنسان هذا الإنسان عنده قليب صغير كقلب العصفور يذوب أمام هذه المواقف يذوب أمام هذه المواقف الناس دخلت في دين الله أفواجا بسبب هذه المواقف يستفز النبي صلى الله عليه وسلم استفزاز ويشوف رد الفعل انتحهم وهم يتجهلوا عليه وهو يحلم عليهم ثم يقولون غير حبينا نعرفوا برك آه مدام هكذا لا لا ما كانش إن كنت إن لم يكن بك غضب عليه فلا أبالي أنا ما يهمنيش في نفسي هذه عبادة رأنا نعبده ربي كما نعبده في الصلاة كما نعبده في الصيام كما نعبده في تلاوة القرآن كما نعبده في ترك المعاصي والأثام والشهوات والمال الحرام كذلك نعبده في علاقاتنا غافلين عليها الناس بزاف وتصرى هذا الهموم وهذه المشاكل ويعرضوا هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ويعرضوا هذا ويعرضوا هذا للزوج يعرضوا ومع ذي السنة الأخر يسنة يجي والأخر يسنة يجي أنا أنا نطيح بروح روح عنده لا هو هذه الشيطان هذه كلها من الشيطان مليح الإنسان يفقه طولت فيها لأن هذا الباب للأسف شديد باب راه موجود في المجتمع بصورة كبيرة جدا نشكرك أنك تكلمتني طرحت الرسالة وفتحتني المجال أني نتكلم عليها وصارت العلاقات صارت العلاقات الأسرية هشة بكل بساطة يمكن أن تهدم علاقتهم مجانيش والله ما نجيه يا هو مجانيش أنا نجيه هذا حساب تعذراني صغار لكن أنا كبير أنا أنا عبد ربي أنا نعرف الله أنا أريد الجنة هل إن سلعة الله غالية جنة غالية مش رخصة أريد أن أصل إلى الله أريد أن أسلك طريق الله هذه الطريق فيها كما قال الحديث الصحيح الله تعالى ندى جبريل بعد ما أخلق النار أخلق ما أخلقها قال له جبريل رح شوفها رح طلع لها تشوف هذه الصحيح طلع لها قال له يا رب قالوا والله ما يسمع بها واحد إلا وخافها ويبعد خلاص ما يزيش يقرب ونفس الشيء الجنة قال له رح شوفها قال له يا ربي والله ليسمع بها برك خلاص رح يعبدك على طول فوضع الشهوات على النار والمكاره على الجنة الحجر يتكره النفس الشهوات وينتجر النفس والمكاره الأمر مبني على المكاره إسباغوا ألا أدلكم على ما يمح الله بالخطاء ويرفعوا بالدرجة قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغوا الوضع على المكاره الشيء تكره نفسه وذلك المبارد وفشتاه وما إلى ذلك وينوض ويتوضى ويغسل وجهه نعاسي روح كل هذه مكاره ولكن هذا هو الذي يرفع الإنسان وكذلك هذه المكاره شوف أعطي لك لفتاة من فتاة القرآن الكريمة سورة الفرقان فيها في آخرها وعباد الرحمن عباد الرحمن لبلغوا درجة عظيمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر والذين لا يدعون مع الله إله ناخر ولا يزنون إلى آخر 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 بس نحن نتمعنو في الأوصاف ما نتمعنوش في الخاتمة الخاتمة ربي قال فيها أولئك يجزون الغرفة بما عملوا هكذا لا ما قال سجدا ماشي بما عاملوا تعرف الآية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا بمعنى أن قيامهم الليلة أحوجهم إلى الصبر أن عباد الرحمن الذين يقولون يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أحوجهم هذا إلى الصبر ومصابرة ويبتعد عن الشهوات هذا احتاج منه إلى الصبر ومصابرة هذه الأعمال كلها احتاجت احتاج فيها الإنسان إلى صبر اصبر مع أخيك اصبر ابدأ الرحلة ابدأ الرحلة أخي العزيز ابدأ الرحلة مع أخيك واطرق مشي بابه واطرق قلبه وروح دقدق على قلبه واندقدقش على بابه دقدق على قلبه وسترى بأن من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له كما يقول السادات من أدمن الطرق لي ليظلي دقدق لي رأى الداخل لاحب شي يفتح بساكي تكثر بزاف والله غير يكره ويجيك هيا سيدي خير واش حبيت فأكثر الطرق لكن اطرق بابه قلب أخيك ولا تطرق بابه قبل أن تطرق بابه اطرق قلب أخيك وسترى كيف يستجيب لك وسترم معلاقة مصدعة كن أنت سبب ترميمها كن أنت الأول الساعي إلى ترميمها وبالله التوفيق نتمنى الذين للخطوة ونتمنى ترجع لكلام وتقول لي الحمد لله هذا هو الدواء الدواء موش الحكم الفقهي يجوز أو لا يجوز آثم أو غير آثم هل أنا آثم أو لست آثما هو دار لي وندرت له وقال لي ونقتله هل أنا آثم أو لا موش هذا هو الجواب الجواب موش حكم فقهي فقط لا تحتاج هذه الوصفة الوصفة طولت فيها لأننا في حاجة إليها انت قلت هل لي ذنب في هذا الانقطاع من جاوبكش على هذا جاوبك قل يا أستاذ أريد أن أعرف كيف أصل إلى قلبي أخي أريد أن أعرف يا أستاذ أريد أن إلى في الكاميرا خرج لي هذا الجملة هذه هاوليك يقول يا أستاذ أريد أن أعرف هل لي ذنب في هاوليك هل لي ذنب في هذا الانقطاع من قل لكش هل لي ذنب في هذا الانقطاع قل يا أستاذ أريد أن أعرف الطريقة إلى ترميم هذه العلاقة يا أستاذ أريد أن أعرف كيف أعود إلى أخي يا أستاذ أريد أن أعرف كيف يعود أخي إلي هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها أما نطرح أحكام فقهية عندي ذنب ولا ما عندي آه الحمد لله ما عندي ذنبنا آه هو ليتحمل لا طبعا ما نشأت تكلم عليك سيدي عذرا إذا كان رفعت شوية الصوت لأنه أعيش الأمر بحرقة في الواقع ونشوف بأنه مشاكل الناس بسيطة جدا آه أن نلتمس لك العذر وتلتمس للعذر ونفوتوا واحد ونفوتوا واحد ما تجريش لا تسير الأمور في حياتنا كما نريد نحن وبالله التوفيق تقول يقول سائل آخر عندما أصلي هل أصلي الصلاة التي فاتتني قبلها ثلاثتاش سناء هي الأولى وبعدها أصلي الصلاة الفائل الحالية أو أصلي الصلاة الحالية وبعدها أصلي الصلاة التي فاتتني سيدي الكريم الصلاة التي يخرج وقتها الصبح يخرج وقتها بطلوع الشمس الظهر والعصر يخرج وقتهما بغروب الشمس والمغرب والعشاء يخرج وقتهما بطلوع الفجر إذن عندك طلوع الشمس وغروب الشمس وطلوع الفجر بهذا الصلاة تصبح فائتة وش معنى فائتة؟ معنى الصلاة هذه والصلاة التي ما صلتاش يعني غربة الشمس تعليوم غربة الشمس تعليوم وما صلتش الظهر ولا ما صلتش العصر هذا الظهر حكمه وحكم الصلاة التي ما صلتاش وعندك ثلاثة عشنسانة ما صلتاش فائتة وبالتالي باش الإنسان يتحسس بالخطورة هذه وحدة طيب نفرضه بأن الإنسان ما صلاش من قبل هل يقضي هذه الصلاوات أم لا طبعا لابد نذكر مش ميقولش مش بيه الشيخ ولا ما وش عارف لا حنا عارفين بأنه فيه رأي آخر لكن هذا الرأي ما وش هو الرأي في الشريعة وحده هو في الشريعة الإسلامية ناخذ الآراء كلها اللي قالوا لا تقضى الصلاة رأي قاله العلماء نعم قاله نقول قاله بعض العلماء لكن القول بأن الصلاة الفائتة تقضى هو قول جماهير جماهير العلماء قديم وحديثا أغلب العلماء يقولون بأن الصلاة تقضى كما يقولون بأن رمضان يقضى وكما يقولون بأن الزكاة تقضى إذا لم يؤدها أو إذا لم يصم كذلك ينبغي أن أن يؤدي أن يؤدي الصلاة إذا فاتته فذين الله أحقه أي يقضى طبعا يعني مش بدأ يعني الظني والاحتمال نعم ولكن نستدل به في هذا المقام بما يسعوا بما يسعوا هذا الحديث نقول يكفينا أنه جماهير العلماء قديم وحديث يرون هذا الرأي وبعد نقول لك بأن الصلاة الفائتة لا حكم لها في وقتها فيمكن أن تصليها في أي لحظة تشاء في صلاة الصبح في صلاة الضهر في صلاة العصر في صلاة المغرب في صلاة العيشة في الليل في النهار مور العصر مور الفجر في أي وقت في حل النافلة وفي كراهة النافلة في أي وقت تصلى وما عندهاش محل محدد قبل الصلاة أو بعدها على رحتك المهم أن تقضى وبالله التوفيق سؤال الثاني يقول عندما أكون جائعة هذا سؤال لسيدة نفس السائلة عندما أكون جائعة ويعرضون على علي الأكلة وأقول بأنني شبعانة لأن الطعام قليل بشيك فيهم هل أنا آثمة لأنني كذبت وقلت بأنني شبعانة وأنا جائعة في المعارض مندوحة عن الكاذبي في المعارض مندوحة عن الكاذبي مش معنى المعارض المعارض يعرض الإنسان في الكلام ما يقولش ما يكذبش ويقول كلاما صحيحا لكنه لا يفيد الحقيقة التي يريدها صاحب السؤال النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه السيد قالوا ممن الرجل؟ قال من ماء فمعني ما كذبش ما قلوش الحقيقة ومنها كم يقول الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله كأن يقول على سبيل المثال مثلا يدق دق في البيت ولا يريد أن يخرج ما يقولش باللي موش هنا موش هنا معنى كاذب لكن فيه مندوحة المندوحة هي الكلام اللي يقول قال هل هو موجود يبحث عنه في المسجد يبحث عنه في الشارع يبحث عنه تحت ما قلوش ما هوش موجود هذه يسمى المعارض التعريض كما استعملها القرآن كلم أيضا في تعريض في خطبة المرأة التي يتوفى عنها زوجه الذي ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يوكننتم في أنفسكم التعريض كلمة لا تفيد الزواج ولكن فيها تعريض نوعا ما تشبه قليلا لأنها في عدتها ولا يصح أن أن تخاطب مباشرة بهذا التعريض يعني أصلا مش غير فل للوفاة يعني لأن هذا الأخير أصلا هذاك ميجوش أصلا يعني لأنها ما زلت في عصمة رجل لكن نتكلم عن الوفاة أتحدث عن الوفاة لا جناها عليكم فيما عرضتم بالخطوط النساء يوكننتم لأن جاءت قبل في السياق والذين يتوفون منكم يذنون أزواجا أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما تقال ولا جناها يعني انبات ولا جناها عليكم فيما عرضتم طبعا هذا جانبي أعطيت به المثال فقط تقول الإيسان يقول لا أنا لا أرغب في الطعام الآن لست راغب تقول يرى لست راغبة لا ما نقدرش ما نقدرش ناكل ضروك بدل من قول أن يشبعنا بدل من قول يرى أن يشبعنا قال ما نقدرش ناكل الآن لا 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 غير كله أنا ما زال عندي وقت وانا ناكل فيما بعد أنا نخلي مكلتي من بعد وبالله التوفيق فأنا ما حكمت لك شعر الحكم عطيت لك عطيت لك عطيت لك توجيه وما مضى مضى وما مضى مضى ومن شعر أنه أخطأ في حق الله أو ارتكب إثما فالتوبة فالتوبة كفارته والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا شيخ توفي أبي منذ عام رحمه الله رحمة الله عليه رحمة واسعة لم يصم عامين لظروف العمل كما كان يقول وهذا عندما كان في الأربعينيات من عمره علما أنه لم يكن مريضا والآن بعد موته نبحث عن حكم ذلك وماذا يتوجب علينا فعله كأبناء لقضاء دينه وإن كان نقدا فما مقداره يا أبي توفي منذ عامين لم يصم لظروف اللعام كما كان يقول وهذا عندما كان في الأربعينيات من عمره السؤال المطروح دائما في مثل هذه الحالة هل هل كان ينوي القضاء أم لا شعر لأنه أخطأ في حق الله ويريد أن يقضي أم لا الجواب ماهوش ماهوش موجود ولكنه مفهوم في السؤال مفهوم لأنه قالت عندما كان في الأربعينيات بمعنى أنه ما صامش لما كان في الأربعينيات يفهم من هذا أنه بعد ذلك كان يصوم ومن كان يصوم معنته أدرك خطأه وأدرك أنه لابد أن يصوم وأدرك أنه لابد أن يقضي الآن نعلم بأنه كان ينوي القضاء ولكن ما تسرت لشيء الضروف لسبب من الأسباب اليوم غدوى نبدأ اليوم غدوى اليوم غدوى اليوم غدوى أربي داء من تقول الله يرحم ويوس عليه ففي مثل هذه الحالة هذه الحالة عدنا عن كل يوم عن كل يوم عن كل يوم طبعا يعني ما صامش عامين عامين معانتها شهرين وعن شهرين بالكفار لمن أكل متعمدا من أكل أو ارتكب فاحشة متعمدا هذا مذهب الإمام مالك لأنه فيه من لا يرى الكفارة إلا في المواقعة والمعاشرة فقط نذهب الإمام مالك قال المعاشرة فيها انتهاك لحرمة رمضان ولم يقع في عهد انتهاك لحرمة رمضان وكذلك أكل رمضان فيه انتهاك لحرمته قالوا ولو في عهد النبي صلى الله ما وقعت شواقع انتا واحد كلاب شيفته قالوا ولكن قال نتصور 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 قالوا لو أنه أكل لكان حكمه مثل هذا لأنهما مشتركان في انتهاك في حرمة رمضان وعليه الكفارة وطبعا مرات مرات مش مرات يعني احنا نفتو بهذا الرأي لأن لمخالف لمخالف المالكية ويقول مكانش الكفارة في من أكل متعمدا نحن نتمسك بالكفارة لماذا؟ لأن المالكية الذين يقولون بوجوب الكفارة في الذي انتهك حرمة رمضان سواء بالمعاشرة الزوجية أو المعاشرة عموما أو بالأكل والشرب منتهكا كي إن إنسان يأكل بالصح مش منتهك متأول مثال واحد يجي فالنهار تفكر الدوان تعوه ما شربوش يشرب الدوان تعوه ما يشربوش معه الماء الحبه ويبلعها ويرى بأن هذا الفعل ما يدرش برمضان هذا كله رمضان كله النهار صح لم يكن قاصدا انتهاك حرمة رمضان بدليل أنه وصام بعد ذلك تسحر وصام فهو غير منتهك إنما هو متأول والمتأول يعني يقضي يقضي هذا كله يعني الظان ولا إنسان إنسان مثلا أكل شرب نسيانا ولا لا نسيانا قال لك آه واشترت تفكرت يا رني صايم في رمضان وصمت قال لك خلاص النهار في سد واش يدير يروح يأكل يكمل عليها ويأكل ويشرب هذا أكل ولكنه لم يأكل متعمد ظنا بأنه هذا هو الحكم الفيقي هذا يسموه متأول وبالتالي لا كفارة عليه إنما عليه القضاء فقط أما من أكل رمضان من غير بأس من غير سبب من غير عذر شرعي تتوجب عليه الكفارة قلت والمالكية الحمد لله أوجبوا الكفارة ولكن ولكن لم يوجب الترتيب وعليه في الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام ويكفي يكفي عن كل عن عن يعني ستين مسكين عن اليوم الواحد ستين مسكين عن اليوم الواحد وستين مسكين مد هفنة ثلاثين حفنة هذيك تعالي شهر ثلاثين حفرات تعالي شهر الأول وثلاثين حفن تعالي شهر الثاني والمقدار هه هو زكاة الفيطر مقسومة على زكاة الفطر 12.120 دينار الربع انتحى يساوي 30 دينار 3000 سنتيم هذا أقل ما يجزئ أقل ما يجزئ وكل يوم عليه 60 60 معناها ضربها في ثلاثة على النهار الواحد طبعا هذا إذا كان الإنسان عنده إذا كان عنده لكن نفرض حالة الأبناء يقول لك حال 63 مئة وثمانين ألف مضربة في 30 يوم مضربة في 30 يوم لا من قدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكم ولأبيكم لو كان حيا وهو غير قادر فرض أنت الإنسان كلا رمضان وهو صغير وقلنا له لازم تخلفه لازم تصوم الشهر وتصوم الأيام اللي قليتها ومبعد الدين الكفارة بإطعام ستين مسكين أو عن اليوم الواحد أو بإطعام عن اليوم الواحد أو تخرجه من وقود طيب يقول لك أنا ما نقدرش نسوم لا خطر أنا مريض ما أصر الرمضان وما نش نسوم نروك طيب خرج الزكاة يقول لك أنا من أفقار الناس عندي بونسيو ما نشقد كما الصحابي قال العلماء بأنه خلاص ما وش مطالب حاجة يطالب أنه ليكون قادر أنه ليفتحها لها ربي الآن في مثل هذه الحالة التوبة يتوب إلى الله على ما فعل وأنهاراً ليتسع له براء هاوي يصوم أنهاراً ليتسع له بالمال هاوي يعود يرجع فأنتم أيضاً لأنه كي طلح سبت لا أدري من يشعر في الأحسابات اللي رهي موجوده فعلى الأقل إخراج ما قيمة ربع زكاة الفطر عن كل يوم مع أنتا ستين يوماً عن ستين يوم لأنه الشهر الأول والشهر الثاني وبالله التوفيق يقول لي الشرف العظيم من أكتوب إليكم سادتي عمال قناة القرآن الكريم رأي توجه إلى كل عمال قناة القرآن الكريم من نفهمها من مشايخ من مصورين كاميرامان مخرجين في العارض التقنية في كل كل قوم على الستوديو حتى من نظافته وحتى من ترتيبه وتهيئته كله إن شاء الله تعالى يبلغهم التحية رسالة أطلب فيها منكم أن تمنحني فرصة فرصة التعريف ببحث المتعلق بعلم الفلك في القرآن الكريم على قناتكم تقبلوا من نفائق الاحترام والتقدير وشكرا مسبقا أعتقد بأنه يمكن أن نوصل الرسالة إن شاء الله تعالى ووصل الرسالة بإذن الله تعالى يقول صاحب سؤال آخر هل عندما أسلف لشخص يسلف لشخص شيء معين وعندما يعيد لذلك الشيء وتعبيرا عن شكره يعطيني طعام يقول ما يقول هو سندويتش مثلا أو شوكولاتا وذلك الشخص تعرفت عليه عن جديد ولا أعرفه جيدا وأمسك من عنده الأكل ولكن عندما يذهب وأكون وحدي لا آكل ذلك الأكل لأنني شككت أن يكون وضع فيه شيئا يعني قلبي هرب منه هل ارتكبت إثما لأنني شككت ولم آكل وعلي أن أستغفر وأتوب إلى الله وهل من حقي ألا آكل إذا أردت ذلك الحاجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جراء بينه وبينه قبل ذلك مع أنتها السلف المفروض ما يكونش فيه منفعة ما تكونش فيه منفعة إلا إذا كانوا متعارفين بناتهم الهدايا يتهدوا يتهدوا فحين ذلك تسقط هو أسأل على الشك هل هل الإنسان هل للإنسان الحق في أن يشك من خلوش الهوس في قلوبنا وفي عقولنا يركبنا بليح الإنسان يتبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يتبين إنسان وإذا ما تبينش الأصل البراءة أنا ما شفتش ولكن إذا خاف لسبب من الأسباب قارينة من القراء هذا الإنسان خاف هل له الحق أن يطرح هذا الطعام ولا يأكله نعم هو غير ملزم أن يأكله له أن لا يأكله لكن لكن إذا ما عندوش أدلة لا يصح أن يتحدث به يقول مثلا على سبيل المثال والله ذي كان هارجب لي مكلة والله غير شكيت فيها نقول نكون معك ساري حرميتها أنا دخلنا في باب الظن وباب الشك وباب الإثم لا يحدث بذلك ما دام ما عندوش دليل ما دام ما عندوش دليل لا يتحدث بذلك هل هو ملزم بأن يأكل لا لا فهو غير ملزم يمكن له أن يطرحه لكن أن لا يتحدث به ما يتحدث به لأنه إذا كان يتحدث به لازم البينة وإلا فهو قذف قذف أو بهتان يلبس الإنسان حاجة ليست فيه وإحنا ما نشعر فيه وإحنا ما نشعر فيه إذن أعتقد بأنه بهذا السؤال أكون قد وصلت إلى نهاية الحصة كما يشار إلي يشار إليها هنا إلى أن ألقاكم تحية طيبة إلى كل الذين رافقوني في العارضة التقنية إليكم أنتم الذين تابعتموني في هذه الحصة ألقاكم في عدد جديد من حصتكم هل لا سألوا إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة